الشأن العسكري أو الهجمة العسكرية من روسيا على أوكرانيا ونكمل معاكم أيضا التبعات السياسية لهذا التدخل الحرب الروسية على أوكرانيا الحقيقة آخر الأنباء بتقول من رويترز مدينة ماريبول الساحلية الأوكرانية بتتعرض لقصف مكثف مسؤول دفاعي أمريكي نقلا عن رويترز القوات الروسية تقدمت أكثر وأصبحت أقرب إلى العاصمة الأوكرانية كيف وكالة الأنباء الفرنسية أيضا عن الرئيس مكران بيطلب من بوتين هاتفيا أو طلب بوتين هاتفيا بوقف فوري للهجوم على أوكرانيا وهنا هتلاحظوا بأنه زي ما تحدثنا مع المدخلة السابقة اللي كنا فيها بنتكلم عن أوروبا وكيف بأن أوروبا كلها تدين هذا التدخل وهذا الموقف بشكل كبير رويترز كمان بتتكلم عن المحادثة التليفونية بين بوتين وماكران وشرح له ماكران تحركات روسيا في أوكرانيا وكالة الأنباء الفرنسية بتؤكد أيضا من خلال الحديث بين ماكران وبوتين خلال الاتصال الهاتفي بينهم أن روسيا تعرض نفسها لعقوبات هائلة هنا هل يسمع بوتين لهذه العقوبات؟ والحقيقة إحنا سمعين أنه يعني كثير من العقوبات الكثيرة كانت موجودة وحتلاقوا حتى بأن صوت هذه العقوبات عالي يعني لما يتحدث بوريس جونسون من خلال البرلمان الإنجليزي وأيضا للتحاد الأوروبي في الاجتماع الطارق وأيضا مجموعة الدول السبعة وبايدن وأمريكا فحتلاحظ بأن هناك أيضا صوت عالي لمعارضة ما حدث اليوم في أوكرانيا خلينا بعد فاصل كمان نطلعكم عن الفاتورة الاقتصادية لهذه الحرب ثمن هذه الفاتورة من سيتحمل هذه الفاتورة ومن سيدفع هذه الفاتورة التي بدأت منذ هذا الصباح بعد التدخل العسكري من روسيا في أوكرانيا فاصل قصير نعود ونستكمل معكم الحديث عن الفاتورة الاقتصادية وهذا الثمن عودوا إلينا بعد قليل نملك حصل هذه الفاتورة حقًا سيقبل أيها الرقن لدي أصحيب لا تقليل لا تقليل لا تقليل حقًا صوت شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر